مرحبا مرحبا سعيدة بسيارة الوصول مرحبا مرحبا بسيارة مرحبا لدينا مرحبا 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 من أجهب استطاع لإعجاب بل الأعشاب مرحبا ثم يضحون القواصن والخص ثم يضحون القواصن فقط لديهم جميعا ويضحون القواصن ويضحون القواصن ويضحون القواصن سوف نضغط لدين تفويمي بالبزار سوف نضغط لدين الجبن سوف نضغط لدين الصندويج لا يمكن تضغط فرماج الحماري سوف نضغط لدين الافرماج ومن بعد سوف نسد عليها وهالك هو الصندية النواجدة كتجي بنينها والديدة وشكل مغاير وسهلا يعني في ساعتات وجديها مقالة طيبة حشوة لا شحري لا عجني لا طيبة في الفران كتأخذها كتعمرها وكتقدمها راها كتجي بنينها بزفزف سوف نعود معكم محتخرة باش تشوفوا المرأة لديه المسكين جميعا �장 04 0 0 0 0 اشتركوا في القناة 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 جربوه وردوه لي الخبار هكا الفطور طبيلة الفطور ديالكم ديال رمضان ولا بلا رمضان لديد ولا يقاوم جربوه وردوه لي الخبار نتمنى الفيديوهات اللي كان قدم معاكم تعجبكم وتنال استحسان ديالكم ونبغي نشكركم بزاف بزاف على تشجيعات ديالكم وعلى كلامكم الزوين ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وبصحة فطوركم هاد الشربي اللي جربتوها هات واللي هم مضمينين عليها ساهلة بسيطة ضغية كتوجد ومكوناتها كلها في البيت عرفتوش هنقول لكم شي حاجة طب دو طب لديدة بنينة وكيف قلت لكم كتدفي الجسم اه بالخضر في طنجرات الضغط تدرت ثلاثة ديال حبات ديال خيزو مع بصلاة كبيرة مع واحد الزلافة متوسطة ديال مطيشة قبطة ديال القزبرو مع النوس والتوابل والزيت غدي نخلي لكم اسفل الفيديو وقليت كل شي مزيان من بعد رويت بالمال كافي وخديت تقطعات ديال الحمدرتهم في الكسكاس وصديت الكوكوت وخليت كل شي طاب من بعد مما طابو زولت كل الحيمات بالكسكاس ديالهم طحنت الخضراء كاملة حتى كتت تنيي اللي يمزيان هنا مصفيتش لان الخضراء اللي بغام يكتوك كي طحن مزيان من بعد ما طحنت كل شي رويت عاو تاني بالمميها اللي غاي طيب ليا فيها الشوفان وضفت لها دو كل الحيمات وحطيت طنجرات ديالي عاو د مرة اخرى على البوطة على عافية متوسطة حتى يطيب ليا دكت الشوفان عشرة دقيقة هو جاهز وزيت شوية ديال القزبرو مع النوس والكرافز في الاخير وها الشربة ديالنا واجدة كجيبنينا اشتركوا في القناة